سمار صباح الخير مرة جديدة لكل المشاهدين بطبيعة الحال موضوع التمديد ملأ صفحات الصحف اللبنانية اليوم والبداية من صحيفة الأخبار وما كتبه جون عزيز بعنوان الحقيقة الأبشع عما حصل أمس قضي أمر التمديد للمجلس النيابي ولاية غير قانونية كاملة ما يفرض الالتفات إلى الأضرار الجانبية وإلى التداعيات والخسائر التي خلفها ذلك بداية على مستوى المواطن الفرد كان معبرا جدا أن يكون عدد النواب المقترعين للتمديد لأنفسهم موازيا إلى حد ما لعدد المواطنين المعترضين على سلبهم حقهم بالانتخاب والاختيار وتكوين سلطتهم كثيرة هي الدلالات هنا أولها أن الناس لم يصدقوا يوما أننا جمهورية لم يقتنعوا أننا دولة وديمقراطية ودستور وحقوق وقوانين في أعمق عقلهم الواعي أو اللاواعي يرى ناسنا أننا مزرعة ملكية طائفية أو إقطاعية أو عائلية أو أوليغارشية شيء من تركيبة فوقية يعيشون فيها كمجرد جمهور ثم ثاني الدلالات أن ناسنا لم يصدقوا أو الأسوأ أنهم تخلوا لاحقا وبعد تصديق عابر عن فكرة استقلال عام 2005 ثالث دلالات الأمس أحساس عميق بالخوف كأن ناسنا يحسبون أن أي انتخابات الآن ستؤدي إلى انفجار كبير وتبقى دلالة أخيرة أن الفرد ما عاد كائنا سياسيا لقد تدهورت هويته الاجتماعية النفسية إلى مرحلة ما قبل المواطن أمس أعلن النظام إفلاسه وعلى الصعود كافة إفلاس في إدارة شؤونه كما في إعادة إنتاج ذاته وفي وسط تلك المأساة ظل في مشهد الأمس شيء من الطرافة أحد رؤساء الأحزاب كان قد أعلن قبل أسابيع وفي ستة تصاريح دفعة واحدة أنه ضد التمديد للمجلس وأن نوابه لن يقترع له أبدا أمس نقد نوابه قوله ورفعوا أيديهم تمديدا فيما كان أحدهم يرفع صوته مشيدا ببعض نظره أيضا من صحيفة الأخبار وما كتبته رولا إبراهيم عن بعض مجريات جلسة الأمس يوم أمس كان بطل التمديد زاهيا بحلاته الزرقاء ونصري على حلفائه وخصومه استطاع النائب أولى فاتوش تحويل كل الأنظار إليه مجددا ليس عبر لكم موظفة أخرى بل عبر دفع المجلس النيابي إلى تبني قانون التمديد الذي تقدم به دولة الرئيس نبيه بري عفوا أعرف أن التمديد مخالف للدستور يمكن للواقف في قاعة المجلس النيابي سماع الجملة تتكرر أكثر من مرة بنبرات صوتية مختلفة هو صوت النائب أولى فاتوش الذي كان يتمرن على إلقاء مطالعته في أحد مكاتب رئيس مجلس النواب فقد آثر النائب الزحلوي يكون أول الواصلين إلى ساحة النجمة وأول الجالسين في القاعة العامة في انتظار دخول باقي النواب والوزراء وفق النواب على جدوى الأعمال الجلسة بسرعة خيالية وها هو بند التمديد يطرح على الملأ لينادي الرئيس نبيه بري على صاحب اقتراح القانون كي يبدأ مطالعته كان يمكن ملاحظة مدى إعجاب النواب بعراب التمديد وحده الوزير ميشيل فرعون غير مبالن بما يقوله زميله ينظر إلى ناحية أخرى من القاعة وقد آثر الارتخاء على مقعده ووضع رجل على الرجل الأخرى حتى حين بدأ محام زوجته التكلم باللغة الفرنسية مستشهدا بأحد الفقهاء الفرنسيين وفيما كان يقفز فتوش بين اللغات ضاق صبر بري طالبا منه اختصار الجريدة فضاع تركيزه ليبدأ استعراض محطات تاريخية وأسماء مغالطة للواقع قائلا أثناء استشهاده بانتخابات عام 92 لكن عندما جاء رحمة الله عليه رئيس الحكومة الراحل نبيه بري فساد جو من الضحك بين النواب وتعقيب سريع من رئيس المجلس قال فيه تجوز الرحمة على الحي والميت وإلى صحيفة التأسفير أيضا في هذا الإطار الصورة من أمام المجلس فياد ويوسف يدا بيد لأجل التمديد بعدسة عباس سلمان وأيضا في السفير حول الاتفاقية السعودية الفرنسية والمليارات الثلاثة علم أن توقيع السعودية ممثلة بوزير المال إبراهيم العساف وفرنسا ممثلة بمدير شركة أوداس الأميرال السابق إدواغيو أمس الأول في الرياض اتفاقية تسليح الجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار بحضور قائد الجيش اللبناني العماد جون قهوجي تم وفق الصيغة الأتية 2.1 مليار دولار مخصص لشراء معدات حديثة من ضمنها مدرعات وزوارق خفر سواحل بحرية وطوفات وردارات أما 900 مليون دولار فهي مخصصة للصيانة للسنوات الخمس المقبلة ومن السفير ننتقل إلى صحيفة الجمهورية وأيضا بعد المعلومات حول ملف العسكريين المخطوفين أشارت مصادر تواكي ملف العسكريين المخطوفين إلى أن الساعات القليلة الماضية لم تشهد أي تطور وأن آخر ما سجل على هذا الخط كان عندما قام الوسيط القطري السوري الجنسية بنقل شروط جبهة النصرة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وهي نفسها التي تضمنتها الورقة التي عممتها الجبهة عبر وسائل الأعلام الخاصة بها وحددت فيها ثلاثة خيارات ولفتت المصادر إلى أن شروط النصرة وضعت بالتنسيق مع قيادة داعش في القلمون كما أبلغت الوسيط القطري ولذلك لم يدخل الفريقان الخاطفان في قضية الأسماء التي يطالبون بالإفراج عنها بل اكتفى في هذه المرحلة بالحديث عن المبدأ وأكدت المصادر للصحيفة أن الوسيط القطري ما زال في بيروت يجري بعض الاتصالات بانتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستناقش في مضمون الورقة ونتائج اجتماع خلية الأزمة وما أوصت به ومن صحيفة الجمهورية ننتقل إلى صحيفة الحياة وعن الانتهاكات التي تجري في الأقصى أشارت مصادر أردنية رفيعة إلى أن هناك أزمة حقيقية بدأت تتعمق بين عمان وتل أبيب وأن الحكومة الأردنية تنظر إلى القدس والمسجد الأقصى باعتبارهما قضية أمن وطني وأن المساس بهما خط أحمر واعتبرت المصادر أن الأردن صعد خلال الأيام الماضية من لهجة خطابه ضد إسرائيل على نحو غير مسبوق ومارس ضغوطا على الولايات المتحدة لتمارس ضغوطا مماثلة على الحكومة الإسرائيلية أعود إلى صحيفة السفير وما كتبه طلال سلمان اليوم عن رحيل جورج رضاق رحل العاشق حتى النفس الأخير المقبل على الحياة بشغف المسحور بنعمتها الشاعر الرقيق كان اسم الباحث الذي أغنى المكتبة العربية بعطائه المتدفق ثقافة ومعرفة الضريف بغير تكلف الشاب الممتلئ حيوية حتى وثمانينه تتوكأ على عصاه اللبناني ابن مرجعيون الذي كاد يكون فلسطينيا بالموقف وليس بالعاطفة وحدها المصري الذي دخل القاهرة ثم لم يغادرها ولم تغادره وقد سكن صوت أم كلثون بألحان محمد عبدالوهاب فجمع المجد من أطرافه إلى الخبر الأخير من صحيفة النهار وعودة إلى موضوع التنديد للمجلس أنيا بي كاريكاتور طبعا بريشة أرمى حمصي المجلس أنيا بي سيد نفسه بهذا الكاريكاتور رح نوصل لنهيز جولتنا على الصحف فعوضي لمتابعة برنامج الحدث مع سمر